السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي نلتقل لهم بإذن الله تعالى مع حل نموذج اختبار الرابع تعالوا معا نقرأ هذا النص ثم نجيب عن الأسئلة الطفل وشجرة الموز يحكى أنه وجد في الغابة شجرة موز كبيرة الحجم وكان بالقرب منها بحيرة تذهب إليها جميع الحيوانات وهي سعيدة ومجتمعة وكانت الشجرة تنظر إليهم وتتحسر على وحدتها وفي أحد الأيام اقترب طفل اسمه أيمن من البحيرة ليلعب بمائها ويركض في هذه الغابة الواسعة وأحس أيمن بالتعب فاقترب من شجرة الموز ليستظل بظلها وينعم بفيئها فشعرت بالفرح من اقترابه منها ولامست بأوراقها رأسه رأسه ثم قالت له أهلا بك يا صغيري فقد آنست وحدتي وسنكون صديقين على الدوام فرح أيمن وقال لها أنا أود أن أتذوق موزك اللذيذ فأهدته من ثمارها وصار يلعب تحت ظلها كبر أيمن ولم يعد يأتي للعب تحت الشجرة وفي أحد الأيام اقترب شاب من الشجرة وإذا به أيمن فصرخت بسعادة قائلة له لقد اشتقت لك كثيرا لماذا لم ترجع لزيارتي كل فترة اعتذر منها وتحدث معها عن الفقر الذي يعانيه فاقترحت عليه أن يأخذ بعضا من ثمارها ليقوم ببيعها في السوق فوافق أيمن واستمر بقطف الثمار وبيعها حتى أصبح بائعا للموز غاب أيمن مدة طويلة ثم رجع مهموما ليسند ظهره إلى جذع الشجرة وقال لها أريد أن أتزوج ولكني لا أملك ثمن البيت قالت له خذ من جذعي فروعا لتبني بيتك ولكن أرجوك لا تتركني وحيدة وتفقد أحوالي فرح أيمن كثيرا وشكر الشجرة على معروفها ووعد بزيارتها وبنى بفروعها البيت ومرت السنوات وأصبح أيمن شيخا كبيرا فتذكر الشجرة وذهب ليتفقدها فقالت له إني لا أملك فاكهة ولا أملك الجذوع لأهديك إياها هنا شعر أيمن بالحزن على تلك الأيام التي ترك فيها الشجرة وحيدة واعتذر لها قائلا سامحيني يا أم الشجرة فقد كنت أنانيا قرأت النص السابق بفهم وسأجيب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول وجه الشبه بين الشجرة والموز بين شجرة الموز والأم في النص السابق هو العطاء لأن الشجرة تعطي أو أعطته ثمارها وأعطته من جذعها ليبني بيتا فهي مثلها في هذا مثل الأم في العطاء اثنان قارن بين سلوك أيمن مع شجرة الموز في شبابه وشيخوخته في شبابه تعامل مع الشجرة بأنانية فقد كان لا يأتيها إلا عند حاجته إليها أما في شيخوخته شعر بعظم ما قدمته له من تضحية إذن في شبابه تعامل مع الشجرة بأنانية فقد كان لا يأتيها إلا عند حاجته إليها أما في شيخوخته شعر بعظم ما قدمته له من التضحية التي ضحت بها هذه الشجرة السؤال الرابع تعلق شجرة الموز بالطفل أيمن له دلالة على وحدتها أنها كانت وحيدة إذن هذا دليل على أنها كانت وحيدة وتحتاج إلى من يؤنس وحدتها خمسة يدل قول الشجرة إني لا أملك فاكهة ولا أملك الجذوع هذا دليل على كبر سنها أنها كبرت في السن فلا تملك ثمار ولا جذوع ستة ما الشاهد الذي يدل على إنكار أيمن لمعروف الشجرة الشاهد هو قول أيمن سامحيني يا أم الشجرة فقد كنت أنانيا إذن الشاهد هو قول أيمن سامحيني يا أم الشجرة فقد كنت أنانيا السؤال السابع وقعت أحداث هذه القصة في البحيرة أم في الحقل أم في الغابة أم في الوادي وقعت هذه أحداث هذه القصة في الغابة السؤال الثامن الفكرة الصحيحة التي تتضمن معنى القصة ما الفكرة الصحيحة التي تدور عنها هذه القصة القوة والشجاعة أم الشدة والتسلط أم الرحمة والتسامح أم القدوة والصبر الفكرة الصحيحة هي الرحمة والتسامح من الشجرة لأنها كانت رحيمة بأيمن وأيضا سامحته تسعة السؤال التاسع يمكن تفسير نبرة الحزن والتحسر التي ظهرت على أيمن أنها بسبب همومه ومرضه أم بسبب كبر سنه أم فقره وحاجته أم بسبب هجرانه للشجرة نعم بسبب هجرانه للشجرة شعر أيمن بالحزن والتحسر السؤال العاشر اشتكى أيمن ظروفه لشجرة الموز ما تفسيرك لشكوى أيمن ما تفسيرك لشكوى سبب هذه الشكوى لشدة حاجته للمساعدة إذن تفسير هذه شكوى أيمن للشجرة هو حاجته أو شدة حاجته للمساعدة أو لمن يساعده في فقره وحاجته إلى الزواج ماذا يحدث؟ ماذا سيحدث لو علمت شجرة الموز بأنانية أيمن؟ لو علمت شجرة الموز بأنانية أيمن لا استمرت بعطائها له فهي كالأم إذن كانت سوف تستمر في عطائها له كانت سوف تستمر في عطائها له لماذا؟ لأنها كالأم في حنانها في حنانها وحبها لابنها السؤال الثاني عشر لو لم يقابل أيمن شجرة الموز في شبابه لظل جائعا خائفا وحيدا عزبا لم يتزوج لظل جائعا في شبابه لظل جائعا أم خائفا أم وحيدا أم عزبا هو كان جائعا في صغره عندما كان طفلا كان جائعا ولكن في شبابه لظل أيمن عاذبا أو عزبا أي لم يتزوج إذن لظل أيمن عزبا أو لم يتزوج لأنها لما أتاها في شبابه أراد أن يتزوج فأعطته من جبعها ليبني بيتا ليتزوج فيه السؤال الثالث عشر غاب أيمن مندة طويلة عن شجرة الموز أقترح خاتمة جديدة للقصة بعد غيابه يمكن أن نقترح خاتمة جديدة للقصة بعد غياب أيمن فنقول مثلا وفي يوم من الأيام عاد أيمن ومعه زوجته وأبنائه ليزور الشجرة أو ليزور شجرة الموز وعندما رأته الشجرة فرحت فرحا شديدا واحتضن أيمن الشجرة هو وأبنائه هذه يمكن أن تكون خاتمة سعيدة لهذه القصة التي كانت نهايتها نهاية حزينة فيمكن أن تكون النهاية سعيدة بهذه الطريقة أو بهذه الخاتمة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حل هذا الاختبار ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع التقويم التجميعي الرابع لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وادعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته